لم يعد الكثير من مواطني المحافظات المستعادة ومناطق أخرى في العراق بحاجة إلى أدلة لتقديمها للحكومة عن حجم التغيير الديمغرافي الذي يعصف بمناطقهم فالمشتكى حاليا هو ذاته الموجه والشريك بهذه العمليات التي باتت تجري بشكل قانوني في البلاد محيط مطار بغداد وحزامها الذي كان هدفا لحملات متواصلة للميليشيات لتهجير أهلها أصبح مهددا بدل ذلك بالقانون 175 الذي يفتح الباب واسعا لطرد سكان الحزام تحت يافطة منح الفرص للشركات الأجنبية للاستثمار في تلك الأراضي الزراعية أصلا التي كانت تمد بغداد بما تحتاجه من محاصيل ليس بعيدا عن هذه القرارات يحاول الوقف الشيعي الاستلاء على أوقاف الوقف السني ليس في نينوى وحدها بل امتد ذلك إلى سبع محافظات أخرى هي صلاح الدين والأنبار وديالا وبابل وواسط والبصر وبغداد ويؤكد النائب محمد إقبال أنهم بدأوا بحملة لجمع التواقيع لغرض إيقاف تجاوزات الوقف الشيعي في تلك المحافظات نزاع يوضحه محافظ نينوى الأسبق أثيل النجافي أنه ليتوقف مستقبلا وخصوصا مع ارتفاع أثمان الأراضي في الموصل القديم المدمرة كليا مع وجود جماعات تتبع إيران تقوم بهذه الممارسات للهيمنة على الاستثمارات في البلاد وفي ذات الإطار يبدو أن السنة ليسوا وحدهم المستهدفين إذ يؤكد النائب جوزيف سليوى أن المسيحيين في بغداد وسهل نينوى يتشاركون هذا الواقع الذي أدى لاستملاك أراضيهم ومنازلهم عبر عمليات تزوير ترعاها جهات سياسية وميليشياوية إذا لا شيء بدون ثمن حيث اتضح فعليا هذا الإصرار من الميليشيات على الدخول في المشهد العسكري الذي كان مفضوحا في معركة الموصل عام 2017 رغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية دولية من وقوع انتهاكات ضد أهلها لكن المخطط الأبعد بدأ يأخذ ملامحه أكثر فأكثر حاليا للسيطرة على تلك الأراضي التي هجر أهلها بدعوى مكافحة ما يسمى الإرهاب وتمنع عودتهم لمناطقهم بتواطئ حكومي يسمح بذات الوقت للوقف الشيعي والميليشيات التي تسندها بالاستلاة على أرض يعطيها من لا يملك لمن لا يستحق